أهلا بكم أخواتي إخواني أتمنى أن تكونوا بألف خير موضوعنا اليوم هو فقر الدم أو الأنيميا لقد أصبح الأمر شائعا بأن نأخذ حبوب أو حقنا الحديد ضد فقر الدم ولكنه يعود ويعود مرة أخرى بصمت بعد مدة من الزمن لهذا رأيت أن أشمل هذا الموضوع من جميع جوانبه وسنرى في هذا الفيديو خمس فقرات أهمها الفقرة الأخيرة العلاج النهائي لفقر الدم ولهذا تابعوا الفيديو حتى آخره لتستفيدوا من كل المعلومات ولكن قبل هذا لا تنسوا دعمنا بالمشاركة في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد ومشاركة الفيديو مع معارفكم وأصدقائكم ومن الأعراض الشائعة للأنيميا أو فقر الدم الشعور ببرودة في الأطراف أي في اليدين والقدمين شحوب وصفرار البشرة الشعور بالدوخة الصداع المزمن أو الشقيقة الشعور بالتعب والإرهاق خفقان القلب بشكل سريع الشعور بألم شديد في الصدر ضيق في التنفس الرغبة المستمرة في النوم في كل الأوقات قلة التركيز وضعف القدرة الإدراكية لذلك بمجرد ظهور بعض أو كل هذه الأعراض يجب القيام باختبار الدم أو تحاليل الدم إذا بيّن اختبار الدم الإصابة بفقر الدم فهذا يعني أن الدم لا يحتوي على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء وهذا يرجع إلى ثلاث أسباب أولها أن الجسم لا يستطيع إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لأنه هناك نقص في التغذية الغنية بالحديد وبتناش فيتامين بيتناش أو أن الجسم لا يمطص الحديد وبتناش أما السبب الثاني فهو النزيف يأما بسبب الدورة الشهرية عند النساء أو البواسير أو حادث أدى إلى نزف الدم أو بسبب بعض الأمراض المزمنة كالسرطان أو الأمراض المتقرحة كالتهاب بطانة المعدة أما السبب الثالث فهو أن الجسم يدمر خلايا الدم الحمراء بسبب عوامل مناعية ضروري إذن معرفة تركيب خلايا الدم ومما تتكون فهي تتكون من ثلاث عناصر كريات الدم البيضاء المكافحة للعدوى الصفائح التي تساعد على تخثر الدم والكريات الدم الحمراء التي تحتوي على بروتين يسمى الإيموغلوبين الذي يحمل الأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم لذلك عند إصابة بفقر الدم فإن الإنسان يحس بالإعياء والإرهاق وضعف في التركيز والقدرة الإدراكية لأن الأكسجين لا يصل إلى الدماغ وينقص في جميع أعضاء الجسم ما هي إذن العناصر المهمة لتكوين الكريات الحمراء وهذه معلومة مهمة لتكوين الكريات الحمراء يحتاج الجسم إلى الحديد إلى نخاع العضب إلى فيتامين بيتناش إلى حمض الفوليك ومواد مغذية أخرى لذلك فاختلال أحد هذه العناصر سيؤدي حتما إلى الأنيميا تقل الآن إلى أنواع فقر الدم فهناك فقر الدم بسبب نقص الحديد وهو الأكثر شيوعا فقر الدم بسبب أمراض المناعة الذاتية أو تعرض للمواد الكيميائية السامة فقر الدم بسبب أمراض معينة كالسرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض الكلا وداء كرون وغيرها من الأمراض الملتهبة الحادة أو المزمنة وهناك فقر الدم بسبب أمراض نخاع العظم كمرض اللوكيميا مثلا وأخيرا هناك فقر الدم بسبب تكسر خلايا الدم من نفسها إما بسبب عوامل وراثية أو عوامل أخرى وهذا نادر جدا علاج فقر الدم وهذه أهم فقراء في الفيديو فإذا تبين بأنك مصاب بفقر الدم فالطبيب حتما سيعطيك حقن الحديد التي تحقن مباشرة في الدم إذا كان فقر الدم حادا ومزمنا أو مكملات حبوب الحديد ولكن هذا غير كافي فيجب عليك اتباع حمية غذائية غنية بالحديد وكذلك بفيتامين 12 بيتناش لأنه مسؤول عن تكوين الكوريات الحمراء ومن بين أغذية الغنية بالحديد كبد البقر الأسماك وأهمها السردين البنجر أو الباربة العدس الزبيب وخصوصا الأسود منه التفاح الخضروات الورقية لأنها غنية بالكلوروفيل والكلوروفيل غني جدا بالحديد ولكن يجب علينا نقعها في الماء والملح للتخلص من حمض الأكزلات الذي يحول دون امتصاص الحديد من الأغذية كذلك العسل الأسود على الخصوص وهناك كذلك بعض أعشاب كالقراسية فهي فيها نسبة كبيرة جدا من الحديد يجب أخذها على شكل شاي طيلة اليوم وكذلك السبيرولينا فهي غنية بالحديد هذا إذن إذا اتبعنا نظام غذاء غني بالحديد وبفيتامين بيتناش وأخذنا حبوب الحديد وأخذنا كذلك السبيرولينا لأنها غنية بالحديد وأخذنا شاي القراسية أو الحريقة ومع ذلك تعود الأعراض ويعود فقر الدم فهذا يعني بأن الجهاز الهضمي به عدة مشاكل صحية فالحديد لا يمتص أو أن فيتامين بيتناش لا يمتص أو هما معا لا يتم امتصاصهما وقد نقوم ببعض الأخطاء التي تجعل من الحديد لا يمتص وهي أخذ حبوب الحديد مع الكالسيوم فهذا غلط أخذها مع الحليب ومشتقاته أو مع الشاي غلط أخذوا حبوب الحديد مع أدوية حموضة المعدة غلط أخذها مع الأكل كذلك غلط يجب أخذ حبوب الحديد والانتظار على الأقل ساعتين لأخذ الوجبة الموالية وكذلك هناك بعض المشاكل في المعدة أو الأمعاء التي تحول دون امتصاص الحديد وهي أن مثلا يكون حمض المعدة ضعيف فإذا كان حمض المعدة ضعيف لا يتم امتصاص بيتناش كذلك جرطومة المعدة الكنديدة أو الاتهابات الفطرية للمعدة الحساسية للغلوتين كذلك من بعض المشاكل مشاكل الجهاز الهضمي التي تحول دون امتصاص الحديد وهي أن الأمعاء ضعيفة أو بها رشح يعني ارتشاح الأمعاء واضطراب المكروبيوت بسبب قلة البكتيريا النافعة كذلك القلون العصب المتهيج أو مرض كرون كل هذه العوامل تؤدي إلى عدم امتصاص الحديد وعدم امتصاص بيتناش وبالتالي عدم تكون الخلايا الحمراء وبالتالي الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا ففي هذه الحالة يجب إصلاح مشاكل الجهاز الهضمي بمعرفة السبب وعلاجه يجب أيضا إزالة المواد السكرية إزالة الوجبات السريعة النقص من أكل المخبوزات والمعجنات التي تحول دون امتصاص الحديد الأكل في الوقت الصوم من حين لآخر تقوية حموضة المعدة مثلا بخل التفاح أخذ بعض المكملات الغذائية أو بعض المعادن كالزنك والبوتاسيوم لأنهما يحفزان امتصاص الحديد وبيتناش وكذلك أخذ فيتامين سي إما على شكل مكمل أو على شكل أطعمة غنية بفيتامين سي وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات التي قد وضعتها بين يديكم في هذا الملف الشامل عن فقر الدم هذا المرض الصامت حتى تستطيعوا التخلص منه نهائيا أشكركم على المتابعة دمتم بخير وإلى اللقاء